زي ما احنا متعاودين دايما مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر عندنا نشرة فنية بنقدر من خلالها لحنا نسلط الضوء على آخر تفاصيل المسلسلات في شهر رمضان الكريم عشان كده نروح مرة تانية لهالة ونعرف منها تفاصيل النشرة الفنية شكرا يا عبدالصمت شكرا جمانة أهلا بيكم مرة تانية مجزل دلوقتي لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر عم ما هو انتي مش فالحة غير في السهوة كاواننا احنا هياختي ابدأ كلامنا بالصلاة الحبيب تمام يا رجالة؟ تمام يا رجالة؟ هتدفع الثمنغال يا شيخ موسى بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة بس ما حلكيش لما تتكلمي مع الكبير يتكلمي بأدب سيدياته كلها معايا يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في الصد حوالة عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة لها مخالب وأسنين Waage Things are not saying to us, if we couldn't believe any in this place الليلة جاهة لو كيفك جابك أنت بتطعنطر تطعنطر على كنب ليس على حورمة التطعنطر ما تسحي الجدع Мы какиеortexتبكون هذا الوقت هترجع انا ابل ايه؟ لا انا لم اتجرب بس ايافواد ، بل نENA بتخلهم معاه موسي يا البط أبل او إيهُ هارجعلك続に سخيلك الدمج للركض هوينفاء يعني السلحة تتسبك الارنج ونبدأ نرشتنا الفنية مع الفنان أحمد فهيم اللي تكلم عن مشاركته في مسلسل جعفر العمدة وقال إن دور سيد أخو جعفر العمدة شخص طيب مش بيكتم السر وقال كمان إن فيه تحولات كتير هتشهدها الشخصية خلال الحلقات الجاية من المسلسل الفنان أحمد فهيم قال كمان إن مشاهد الكوميديا اللي عملها أثناء أحداث المسلسل ما كانتش مقصودة ومش مترتب لها المنتجة أحمدها سليم أعلنت عن انتهاء تصوير جميع مشاهد مسلسل علاقة مشروعة واحتفل فريق العمل بتصوير آخر المشاهد بحضور أبطال فريق العمل عبر تقطيع طرطة ضخمة احتفالا بانتهاء التصوير والفنانة حنان مطوع قالت إنها سعيدة جدا بردود الأفعال اللي جات لها عن دورها في مسلسل سره الباتع وقالت إن المخرج خالد يوسف واحد من الأسباب الرئيسية اللي دفعتها للموافقة على المشاركة في العمل خصوصا إنه كتب سيناريو محكم وعميق وإنه كمان كتب كلماته معاني بعمق وعناية شديدة وسعيدة بالتعاون معه جدا سيناريست محمد عدلي قال إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عندها اهتمام كبير باللي بتقدمه للطفل وده أمر عظيم يحسب لها وده شفناه من خلال أعمال متنوعة زي يحيى وكنوز والمحمية ورسالة نور كمان حسين مجدي مخرج مسلسل الأطفال المحمية قال إن المسلسل حقق اللي كان مطلوب منه وحظية بإعجاب الأطفال والنجاح في جذب الانتباه بتاع الأطفال المسلسل كان هدفه الأساسي تعريف الأطفال بوجود حياة بحرية ومحميات وإن هناك مخاطر من الممكن تهدد الحياة والبيئة والإنسان والفنانة فريدة سيف الناصر قالت إنها سعيدة بالحققته في شخصية سكينة ضمن أحداث مسلسل عملة ندرة وقالت دور سكينة من الشخصيات الصعبة وكان بالنسبة لي نوع من التحدي والنجمة نيلي كريم كشفت إنها حتنتهي من تصوير مسلسل عملة ندرة وقالت خلاص باقي خمس أيام وينتهي المسلسل والأيام دول مش هيكونوا متواصلين وخلصت نشرتنا الفنية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جومانا وعبدالصمت نشكريك يا هلا شكرا جزيلا